الرابعة التابعة لجيش النظام تمنع دخول الدواء إلى شمال غربي سوريا والسبب أنها تريد حصة أكبر من الإتاوات ألف دولار مقابل كل متر مقعب من الدواء المجمع داخل سيارات النقل لم تعد كافية بالنسبة لفرقة لها تاريخ طويل في تحقيق الأذى للسوريين ولن يشكل منع إدخال الدواء عائقا أمام توجهات هذه الفرقة وأقرانها من جيش النظام ثمانية أشهر مضت ولم تدخل حبة دواء واحدة إلى شمال سوريا الذي يعتمد سكانه بشكل شبه أساسيا على الدواء السوري المصنع في المعامل الموجودة في المناطق الخاضعة لسلطة الأسد النظام استغل هي النقطة وصار يقطع الأدوية بشكل شبه دائم عن الشمال السوري المحرر كل فترة وفترة ممكن يفتح شوي الطريق يمشي سيارات طبعا تحت باستغلال مادة كبير هذا الانقطاع يؤدي إلى أن كثير من الأصناف الرئيسية خصوصا الأكثر استخداما نقطع من هنا لا تعد متوفرة قد تبدأ رحلة البحث عن دواء مخصص لأمراض القلب والضغط والسكر من إدلبا إلى جرابلوس وقد تنتهي هذه الرحلة من دون تحقيق هدفها لعدم توفر كثير من هذه الأدوية داخل الصيدليات أدوية السكر مثل اليونيكرون 60 المريض كثير عابد يدور وما عابد يلاقي المول سيكور كمان مقطوع من أدوية القلب كثير مهمة مقطوع أدوية الضغط بشكل عام مثل الفلزارتين البيزيكور بلاس كله مقطوع حاليا بالرغم من وجود بدائل أجنبية للأدوية المحلية فإن كل فدها المرتفعة تجعلها خارج نطاق الوصول للكثيرين وعلى الرغم من الجهود المحلية لإنتاج الأدوية ما تزال المنطقة بعيدة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال همام الزين تلفزيون سوريا ريفو حلب